السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. ان شاء الله النهاردة هقول لكم ازاي تحزف جميع الرسائل الخاصة بالددلشة في تطبيق الواتس اوب دفعة واحدة تمام? يعني لو عايز تمسح جميع الرسائل اللي هي الخاصة بالددلشة دفعة واحدة في تطبيق الواتس اوب يبقى تتبع معها الشرح دوة. طيب كل انت تعمله هتبقى تفتح تطبيق الواتس اوب بالشكل ده. بعد كده هتيجي على التلات نقط اللي هما في اعلى الشاشة نحت الشمال وهتضغط عليهم بالشكل ده. بعد كده هتضغط على الاعدادات. وبعد ما اضغطت على الاعدادات هتيجي على الدردشات وهتبدأ تضغط عليها بالشكل ده. وبعد ما اضغطت على الدردشات هاجي كده في اسفل الصفحة عند سجلات الدردشة. وهبدأ اضغط عليها بالشكل ده. وبعد ما اضغطت على سجلات الدردشة. هتصل قدامي الصفحة دية. ومنها هضغط على الاخترار الاخير اللي هو حسف جميع الدردشات. تمام? طيب انا هبدأ كده اضغط على حسف جميع الدردشات بالشكل ده. بعد كده بقول لي انهوت هل تريد حسف كل الدردشات? هتضغط على حسف كل الدردشات. لكن في حاجة مهمة برضك. بقول لي انهوت حسف الوسائد المستلمة في الدردشات من معرض صور الهاتف نهائيا. يعني لو انا سيبت علامة الصحة دي موجودة. يبقى يحزف لي جميع الصور اللي هي كنتم ابقوتيلي عن طريق الواتساب. تمام? فانت لو عايزها تتحذف. اسيب علامة الصحة دي موجودة زي ما هي. لو انت عايز تحذف الدردشة اللي موجودة على تطبيق الواتساب فقط. وتسيب الصور او اي فيديو او اي حاجة كاتجيلك من الرسائل الواتساب. يبقى هتشيل علامة الصحة دي كده تمام? بعد كده هتضغط على حسف الدردشات بالشكل ده. وبكده هيبقى انت حزفت جميع رسائل الدردشة في تطبيق الواتساب بضفعة واحدة. تمام? وبكده هنكون وصلنا للنهاية الفيديو. وازي عجبك الفيديو وقدرأت لايك. ما تنسوش نشتراك في القناة عشان شجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.